البته من الزيت مفيد إلى الجسم إلى زيت مضر تماماً بالجسم يعني اضافه حتى ليت اكسلت فيصر اكسبايارة طويل طبعاً يبقى عرف سنتين ثلاثة ما تشوفه يبقى عرف ما يخراب اي او اذا تريد بعد اكتر يهدرجوها المرء اكتر يثخن اذا شايف زيت النباتي هذا الثخين زيان هذا مهدرج بعد اكتر نعم طيب اوكي هنا صار الشكل الهيكلي للمجموعة هذه الكيميائية تبدلت نعم صار ترانستات يعني الزيوت المتحولة يعني شنو شوف احنا وين الخطر هنانا الخلايا مانا خلايا الجسم اللي جدار الخلية متكون من الاماقا ثلاثة والاماقا ستة نعم اللي هما شنو يساعدون الخلايا على النفاذية الاصيلة يعني شنو النفاذية الاصيلة يعني تقدر الخلية تقوم بوظائفها بصورة صحيحة نعم تدخل الاكل طلع الاوساق تحافظ على الالكترونيات القابلة الالكترونية اللي تحارب بها الفيروسات والبكترية هذه كلها تنفقت من يدكل الزيت النباتي المهدرج شلون يتحول الى ترانسفات المجموعة الكيميائية تتبدل الشكل المالية من مجموعة عدلة الى تقريبا تقدر شكل على شكل في من طبط هذه بالخلايا واستبلت الدهون الاماقا ثلاثة والاماقا سيكس الخلية تبدأ تفقد كثير من وظائفها البيولوجية مثلا ما تقدر تدخل السكر بصورة صحيحة صير عندك انسولين ريزيستنس يعني دي بي تو السكر الثاني السكر الثاني نعم هذه تولد من عدم قدرة الخلايا بعد على التحسس الى الانسولين نعم سبب الهدرجة نعم شكل الموليكول اللي طبط هسه على سطح الخلية ثاني شي عندك الخلايا بعد ما تقدر تولد الالكترونيات يعني الحائط الالكتروني اللي تتعامل بي لقضاء على البكترية والفيروسات لانت شون تتحسس الخلية تتحسس لوجود هذه البكترية فتقوم بمقاومتها هذي تفقدها بعدين انكم عملية جدا مهمة وهو ان الكاليسوم يبدي ينفذ الى داخل الخلية وانت تعرف شنو خطورة الكاليسوم طبعا اذا طب الى داخل الخلية يعني الخلية راح تتكلس وشوف تفضلت انت وقلت داء المفاصل داء السكري كلها نتيجة هاي العملية اذا هذا الزيت هو من اخطر الاشياء الممكن تدخلها اشتركوا في القناة